اشتركوا في القناة وشرك في المؤتمر عدد من رؤساء وعضاء عدد من البرلمانات العربية التي دعت في البيان الختامي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الدعوة للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وإطلاق صراحة جميع المحتجزين وتبادل الأسرى وعودة المدنيين لديارهم والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع كما أكدت البرلمانات العربية ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة وضمان احترام وسلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا ترجمة نانسي قنقر